عود إليكم مشاهدين الكرام اليوم في فقرة نوري ستوري مسعد باستضافة رئيس الأمريكي الذي تم تنصبه الأربعاء الماضي جو بايدن مرحبا بك جو بايدن أنت في أول خرجة إعلامية لك اخترت الشروق نيوز ويكاند ستوري مرحبا بك ستوري مسر بيلل ستوري أصبح مرحبا بك إليكم لا أفعل لقاء رسمي لا أصبح لدى أول قبل أن نحضر إليكم الأمانة قبل أن نحضر إليكم الأمانة تعرف في مرحبا دقيقتك إذا كان ممكنا تعلم عن تلك المجدد المجدد الذي كانت أثراهم بك المرحبا بالإعلامية جيت لخطرش ميستر ترامب خلالي واسية كالي رجاء الأمانة اللي دها الأسبوع الماضي من ويكيند ستوري ولكن نحن لم ندنا لحظة أمانة لم نتورطناش مع المريكان مستر بايدن وليك شما قال لك هو اللي يرى ويزيد عليها لا لا مستر بيلان أمانة هي سلسلة وكادنة وليش خلالك سلسلة وكادنة مستر بايدن مستر بيلان نحن في أمريكا نحترم ديموكراتي والشاب هو اللي يختار هذه الأشياء لا نحتاجها لكن ممكن جدا صديقي مستر حاكم باتاش يحتاجها ولكن نحن في بلدية الجزائر الوسطى مثلا بلدية العاصمة يعني على الشيس حق سلسلة وكادنة راهي ماشي الأمور ممكن يحتاجها في نهاية العهداء بلحها يا مستر باتاش اغلقها هذه السلسلة وكادنة يغلقوا بها البرلمان الجزائري على المرحوم المجاهد سيد بو حجة رئيس البرلمان نتمنى لكل الرحمة والمغفرة إذن ترمب جبهة لك نعم جبهة لك ترمب على أساس كان رح يغلق الكابيطول ولكن مقدرش إذن هنا بشتعرف فقط أنه نواب دينا عندهم خبرة كتر متى المريكان إذن مستر بايدن هل هناك شاركة ربما تكون مع بلدية الجزائر الوسطى وواشنطن؟ أكيد 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 مستر حاكم شرف كبير ليع لكن مسترا حاكم شيئا عليك أن نقوم بجبه في كافي في كافي ليعكبر ليعكبر من يج業 مستعبتي فأكيد مستر حاكم تشرف كهوة شكور صحيح ليعكبر اننا بإذن الله نعم 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 فقفت بلدية الجزائي الوسطى ماشية على الكادنات هذه واحدة حكيم بتلاش الصح يروح المي الكبار كما يروح كامل لتراس للقارنط بوست حتى تلديدوش موراد مي صديقي فرنسي؟ أنا ما عنديش صديقي فرنسي بتاتر نهار كنت عندها أربع سنين ولا ست سنين ونهار الحكم تعانذاك كان ينفيتي المينيستر الفرنسي كان يجو بمال دو فرنسي اللي جونا البلاد بمال دو فرنسي اللي جونات تحت التعليمات الوالي اللي كنت نرسو بها المعليش معلش معلش السيبتاش نعم فقط نولي ميستر بايدن بما أنك جيت خصوص الصحراء الغربية وقضية تفتح الصفارة افتراضية في العيون المحتلة ماذا يقدر يقول ميستر جو بايدن في هذه القضية؟ سيد بيلان ترامب سيد ترامب باح و التويتر باح ما اعتراف راح تقصد هنا الاعتراف بالصحراء الغربية نعم ولكن حتى في الموقع الولايات المتحدة الأمريكية البيت الأبيض نحاو الاعتراف و قبل ما يجينا جو بايدن نحيتها إذن فقط مستر جو بايدن زيارتك لجزائر تزامنت مع الدكرة 40 اللي اطلاق صراحة دبلوماسيين 52 دبلوماسي أمريكي محتجز في إيران و ذلك بفضل الجزائر نعم ذكرتني و فكرتني مستر محمد السديق بن يحيا كانت دبلوماسية كوية جدا جدا نتمنى في المستقبل نتعاون باش تعود دبلوماسية الجزائرية للساحة الدولية بقوة بخصوص قبل ما تروح جو بايدن مستر جو بايدن أنا خايفين تروح وتلقى مستر ترامب أعود للك البيت الأبيض قبل ما تروح ممكن توجه كلمة للشعب الجزائري نعم نعم أنا سعيد جدا جدا بوجودي في الجزائر لكن رح نخلي رسالة لصديقي صديقي مستر حاكم هو لي يكره تفجر مستر حاكم تقدر تقرأها سيب الطاشر أقرأها كملت مع كملت مع الأخت تدرك أمو اللي يعني سيب الطاشر حشمت نهضرها في البلاطو أنت صح خدام ويحبوك الناس لكن العاصمة حوزتها مليح في 24 ساعة في الليل ميتة وفي نهار موسخة اطهر الله الجارس فيها براك الله فيك فقط مستر جو بايدن قبل ما تغادر البلاطو أنا أحبيت مدام سيدة سعيدة نغزة سيدة الأعمال المشهورة في الجزائر حضرة معنا هل تكون شراكة اقتصادية مع سيدة نغزة مستر بيلن أنا ما نكدبش عليك كنت نسمع فيها عجبتني عشرة كما هي كما هي الصناعة والتجارة تقولي رقم واحد في العالم تروح معي أمريكا ها نقعد في الجزائر بايدن ولكن على الأقل هذا شي جديد شفناه رئيس الأمريكي لما دار كلمة ديالو ما رافعش من أجل أمن الصهايين وكذلك شفنا أنه في موقع البيت الأبيض تم سحب الاعتراف بالصحراء ما أرادوا أن يسموها صحراء مغربية والصحراء الغربية كل الخير شكرا جو بايدن شكرا جو بايدن